أمر مهم أيضا ونتألم لصمت المجتمع الدولي عنه صمت العالم عنه ما زالت العوامية تنزف نزيفا متوالية بالأمس قتل بعض المؤمنين هناك أب لأسرة قتل بلا ذنب رجل بريء في مثل هذه الأيام في أيام شهر رمضان في أيام شهادة أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام هذا النزيف مستمر ولا نكاد نلحظ أن هناك اهتماما عالميا به وضغطا دوليا لإيقافه إخوتنا في العوامية يستغيثون ولا نجد من المؤسسة الشيعية الرسمية ما يتناسب مع عظم الأمر كموقف كبيان كتحرك نحن من جانبنا في هذه الهيئة أيضا كنا نتمنى لا أقول فقط نتمنى أن نبذل جهدا في تسليط الأضواء على قضية أهل العوامية وأهل القطيف فنضغط باتجاه إيقاف هذا الظلم والجور عليهم بل أقول كنا نتمنى ولا نزال أن نكون نحن اليد الضارب أصلا لآل سعود كنا نتمنى أن نبادر بأنفسنا ونتدخل كما تدخلوا وندافع بأنفسنا عن أهل القطيف لكن كما تعلمون إن إمكانياتنا متواضعة في قبال نظام كهذا النظام ليس ذلك بطبيعة الحال يعفينا من المسؤولية بحسب ما نتمكن ولذا نجدد الدعوة أن على جميع المؤمنين كل من موقعه وبحسب طاقته وقدرته أن يبذل ما في وسعه على الأقل للدفاع عن أهل العوامية فرج الله عنهم بتسليط الضوء على قضيتهم هو الضغط قدر المستطاع لأجل إيقاف هذا الدم ونعيد ونجدد كلامنا الذي تكلمنا به في خطاباتنا السابقة في مثل هذه المواقف في مثل هذه النكبات إخواني إن خلاصنا نحن الشيعة من جور الأنظمة ومن الاضطهاد الذي يقع على بعض فئاتنا في بعض البلدان هذا الخلاص يتوقف على تحقق أمرين اثنين الأمر الأول الوفرة المادية المالية الأمر الثاني الوفرة البشرية هاتان الوفرتان لو تحققتا ووظفتا صرفتا في الاتجاه الصحيح فحينئذ يمكن تخليص مجتمعاتنا الشيعية بنسبة كبيرة من الظلم والاضطهاد لماذا الآن يجار على أهل العوامية دون رادع لماذا سلطة آل سعود تقوم بهذه الأفعال وتقتل بلا محاسب ما هو السبب السبب أنها تعلم من ظروف المجتمع العالمي المجتمع الدولي أنه لا يوجد هناك ضوء أحمر أو خط أحمر لا يوجد بل هناك ضوء أخطر آل سعود بنوا لعقود لعقود من الزمن علاقات مصلحية وثيقة مع الأنظمة الغربية التي بيدها صنع القرار العالمي القرار العالمي أين يصنع هنا يصنع ما يصنع في الشرق الأوسط يصنع في واشنطن يصنع في لندن يصنع في باريس ونحو ذلك الدول الغربية المهيمنة على مقاليد الأمور في العالم فيها يصنع القرار لا يوجد حتى هذه الساعة قرار غربي بلجم آل سعود هناك مثلا قرار غربي بلجم نظام بشار الأسد مثلا يعني هناك قرار غربي بلجم نظام كوريا الشمالية مثلا هناك قرار غربي بلجم نظام إيران مثلا لكن لا يوجد هناك قرار بلجم نظام آل سعود هناك الآن شبه قرار أمريكي بلجم نظام آل ثاني في قطر وثقوا أنه لولا أن الأسرة الحاكمة السعودية والأسرة الحاكمة في الإمارات والأسرة الحاكمة في البحرين لولا أنها حصلت على ضوء أخضر من دونالد ترامب في مسألة مواجهة قطر الآن هذه المواجهة التي الآن صايرة لما أقدمت على هذه المواجهة لقد حصلوا على هذا الضوء الأخضر وعلموا من توجهات دونالد ترامب أنه سيرضى بهذه المواجهة مع قطر سيرضى بذلك وقد صرح الرجل أخيرا صرح وغرد وكتب إلى آخره فإذن ما دام لا يوجد قرار دولي عالمي بإيقاف نزيف الشيعة إيقاف الأنظمة والجهات التي تقتل الشيعة فهذا سيستمر آل سعود لا يوجد لهم رادع لأن الأميركان ما رح يسولهم شيء ولا البريطانيين ولا أي جهة غربية أخرى ربما بعض البيانات الخجولة هنا أو هناك آل خليفة في البحرين نفس الشيء يقتلون في البحرين ويضطهدون الشيعة في البحرين ويسحبون جناسيهم لماذا؟ لأنه لا يوجد هناك من يردعهم هناك ضوء أخضر أو هناك إغضاء اللم نسميه ضوءا أخضر فهناك على أدنى تقدير هناك تغاضي الدول الغربية تقول أنا ليش ليش أتصادم مع أنظمة حليفة لي من أجل سواد عيون الشيعة ما الذي أكسبه من الشيعة إذا دافعت عنهم لا أكسبوا شيء هذه الدول الحكومات لا أتكلم عن الشعوب الحكومات الغربية لا دين لها لا مبادئ لها لا قيم لها كل ذلك كذب القيمة الوحيدة الموجودة في الدول الغربية الرأسمالية هي ماذا؟ الدولار الدولار هذه هي القيمة الوحيدة أينما يقع الدولار؟ أينما تقع المصلحة المادية لهذه الدول؟ نفط ثروات ومشاكل اقتصاد مزدهر ومرتبط عضويا بالاقتصاد الغربي هذه الدول ستضطر للدفاع عن مصالحها الاقتصادية جلبا لهذا الدولار دول هذه تبحث عن الانتعاش الاقتصادي دائما هي الدول مصممة بهذه الطريقة أنظمة مصممة بهذه الطريقة بهذا النظام نظام رأسمالي لا توجد لديهم مصلحة معنا بل يرون أن مصلحتهم مع آل سعود مصلحتهم مع هذه البسر الحاكمة في الخليج آل سعود هم الذين يتحكمون بالنفط في بلادنا ومع أنه نفط شيعي يعني أنه النفط في المنطقة الشرقية يتركز حيث غالبيتها شيعة إلا أنهم بالنتيجة هم الذين يتصرفون بهذا النفط لذلك لا يبدو معقولا سياسيا عند الطبق السياسي الحاكم في الغرب أنه نحرف نحن أو ننحرف ببوصلتنا أو ندير دفتنا باتجاه الشيعة وندافع عن الشيعة ونوقف آل سعود ونقول لهم ليس لكم أن تظلموا الشيعة أكثر وتقتلوهم أكثر ليس بالإمكان إدارة هذه الدفة بحيث يتغير مجرى السياسة الغربية ويكون هناك قرار بلجم آل سعود بتحقيق أو بإعطاء حق تقرير المصير للشيعة في الخليج باستفتاء أممي أي من الأمم المتحدة لا يمكن تحقيق ذلك إلا بهاتين الوفرتين وفروا لنا مالا نتمكن من ضخه للتأثير على الرأسماليات الغربية وفروا لنا مالا نتمكن به من التأثير على مراكز صنع القرار ما هي خطوات ذلك؟ خطوات كثيرة تظهر نتائجها بعد سنوات سنوات لابد من بناء مصالح اقتصادية مشتركة لابد لابد أن نشتري أصولا وسندات في الغرب حتى يكون هناك تحكم من هذه الجهة لابد أن نوظف شركات كبرى غربية في مجال العلاقات العامة للتأثير على صناع القرار وعلى الرأي العام لابد من القيام بحملات إعلامية بحسب النمط الغربي والمقاييس الغربية تشتمل على أفلام وثائقية توجيهية إعلانات في التلفزيونات في الصحف تبين وجهة نظر الشيعة العالمية وتبين قضيتهم خطوات كثيرة تحتاج إلى الملايين ونحن قادرون على توفير هذه الملايين إحنا مو شوية استعيدوا الثقة بأنفسكم الدولار الواحد اللي ممكن أنت تتبرع بي يصنع معجزة مو قليل إذا إحنا نقول نتنادى نجتمع مليون واحد مليون واحد الآن يتصل مثلا على الهيئة ويقول أنا واحد من هؤلاء الذين سيتبرعون بدولار واحد في الشهر مثلا يعني مزين هذا مليون دولار كل شهر على سبيل المثال المسألة بسيطة بس تحتاج إلى شنو إلى وفرة مالية هذا العنصر الأول وهذا ممكن بتقسيم هذه الوفرة المالية علينا نحن كأفراد مثلما جمعنا ملايين لمشروع الفيلم مثلا نجمع أيضا ملايين في هذا الاتجاه بس بعدما نقتنع بالفكرة ونؤمن بها لأنه المشكلة وين كثير من الناس ما فاهمين كيف يمكن تخليص الشيعة من هذا العذاب ما فاهمين كيف يمكن إدارة دفة السياسة الغربية باتجاه يتناغم مع المصلحة الشيعية العليا ما فاهمين ولا حد هم يوضح لهم هذا الكلام لأنه حتى الطبقة السياسية الشيعية لموجودة عندنا طبقة فاسدة غبية مو بس فاسدة فاسدة وغبية أيضا يعني فاسدة تهتم بمصلحتها الشخصية أنانية يعني كل فئة أو كل حزب أو كل قيادة أو زعامة سياسية شيعية غالبا أنانية تريد المصلحة الذاتية الشخصية فلذلك وأيضا فاسدة تقوم تسرق وتنهب وتبوغ وإلى آخر ما حد يفكر على مستوى الطائفة على مستوى الأمة أنه كيف يمكن أن ننهض بهذه الأمة ونخلصها من هذا العذاب وترتقي شيئا فشيئا وتصعد فلا أحد يقول لكم هذا الكلام سوانا يعني صراح هذا الأمر الأول نعم هذه من موارد الصرف الشرعية في واقع الحال لو كبارنا عقلوا وفهموا لا أقصد بكبارنا أهل الساسة أو أهل السياسة لا وإنما أقصد كبارنا على المستوى أو على الصعيد الحوزوي أو المرجع هناك إمكانيات لدينا لكن لابد كما قلنا من أن نوظفها في الاتجاه الصحيح اليهود على سبيل المثال قاموا بهذا الشيء من خلال نظرية عملية وبروتوكول عملي قام به رجل حقوقي منهم مجري اسم شنو تيودور هرتسل أسس شيء اسم المنظمة الصهيونية وكان اليهود وأصلا اليهود تدرون نسبتهم جدا قليلة في العالم يعني إحنا الشيعة أضعاف مضاعفة عن اليهود على سبيل المثال وأسس هذه المنظمة في الغرب وبدأ يشتغل وأقنع التجار اليهود والأفراد اليهود على التبرع المستمر على أساس هدف أنه لا بد أن نغير السياسة الغربية لتكون متناغمة مع مصالح ونحقق لنا دولة مستقلة وكانوا محتارين أصلا في مداولات المؤتمر الصهيوني الأول أنه أين تقع هذه الدولة فكل كان يعطي اقتراحا بحسب منشئه وبحسب توجهاته يعني مثلا التجار والاقتصاديين اليهود كان يقولون نريد هذه الدولة أن تكون في أفريقيا لأنه في ذلك الزمان كانت أفريقيا منبع المناجم الذهب والألماص وكذا وكان لهم تجارة في هذا الشيء يقولون هذه الدولة تحتاج إلى موارد فنحن نخلي دولتنا في أفريقيا المتأثرين بالثقافة الغربية من اليهود واللي نشأوا في أوروبا خصوصا والسياسيين اليهود كانوا يقولون لا نريد هذه الدولة أن تكون في أوروبا لأنه أوروبا قلب العالم الحر يعني ما بعد يعني بعد استلامها للزمام العالم بعد الحرب العالمية الأولى الحرب العالمية الثانية فنحن نحتاج إلى مثل هذه الدولة في أوروبا الذين لهم شيء من التوجهات الدينية اليهودية كانوا يقولون لا نريد هذه الدولة أن تكون في فلسطين لأنها يعني مقدساتنا موجودة هناك وتأريخنا كان هناك فلهذا وقع القرار بعد مداولات على أنه نريد هذه الدولة في فلسطين قدموا هذا المشروع للساسة الغربيين اشتغلوا كثير صرفوا أموال كثيرة للتأثير على صنع القرار بنوا شبكة من العلاقات دخلوا البورصة البورصات الغربية دخلوا سوق المال سوق الأعمال حتى يصير أكو تأثير إذا أن انتزعوا ما يعرف بي وعد بولفور وحققوا دولتهم أخيرا تيودور هرزل مات قبل أن تنشأ ما يسمى بدولة إسرائيل لكن الهدف قد تحقق بعد كم سنة من الشغل خمسين سنة من الشغل خمسين سنة بس تحقق ودولة ناجحة يعني تعتبر هذه الآن دولة إسرائيل تعال شوف دولة ناجحة لو مو ناجحة خاضت حروبا ونجحت جمعت شتاتا من كل حذب وصوب وناس ما كان يربطهم لا قومية لا مثلا لغة مشتركة ومع ذلك كونوا أعادوا إحياء اللغة العبرية من جديد وكونوا ثقافة مشتركة وبنوا دولتهم والآن هي دولة نووية أيضا رغم هي بالأصل شحيحة الموارد لأن فلسطين لا بها نفط لا شوية يعني زراعة وكذا وهالأشياء البسيطة لكن دولة ناجحة اقتصاديا ليش لأنه كان عندهم قادة يفهمون كيف يخططون وأين يصرفون في أي اتجاه احنا مو هكذا أمتنا الشيعية مع الأسف إلى هذه اللحظة متخلفة تصرف هدر أموال في مشاريع تقليدية خلي نقول مستمرة لا نقول أنها ليست حسنة كلها جيدة إن شاء الله ولكن هناك أولويات ينبغي أن نلتفت إليها إلى متى الإنسان الشيعي يذبح يقتل بدم بارد ولا أحد صني تأثر عالم كله صامت حتى نظام إيران كما تلاحظون تتلاعب نظام إيران يتلاعب بالدم الشيعي يعني بحسب مصلحته السياسية مصلحته الاقتصادية يوظف أحيانا الورقة الشيعية أو الدم الشيعي في اتجاه مصالحه فقط فيتلاعبون حتى بآلامنا وبعذاباتنا إذن لابد من توفير هاتين الوفرتين الوفرة الأولى شنو قلنا وفرة مالية لابد من وفرة مالية إذا نيات لازم نوفر ضخمة لكي نصرفها في عواصم صنع القرار بالشكل الصحيح الذي يضمن لنا تحقيق مصالح هذا ما يصنعه آل سعود هذا ما يصنعه آل ثاني عندهم استثمارات ضخمة في الغرب عندهم شركات ضخمة في الغرب تقوم بدور التأثير على الرأي العام وعلى السياسة الغربية يسموها شركات العلاقات العامة وهذا أمر مكشوف ومعروف يعني منشور في الصحف الغربية ويعني مو شيء اللي سر يعني هذا أمر معروف القذافي هم حاول هكذا للعلم القذافي جاء ضخ أسهم هنا واشترى صحيفة الفينانشل تايمز مثلا حتى يأثر على السياسة الغربية وأثر إلى حد كبير إلى الدرجة اللي صارت مصالحة بينه وبين الغرب ودفع تعويضات لضحايا لوكربي وإجازارة توني بلير لأول مرة رئيس الوزراء البريطاني جيزورة ويعني صارت فنالك مصلحة جدا قوية بين الطرفين لكن كما تعلمون الغرب ليس له صديق يعني الحكومات الغربية ليس لها صديق متى ما رأت أن المصلحة مع غير هذا الطرف ومصلحة أجدى أفضل تروح مع ذلك الطرف القطريين يعني هم اللي دخلوا على الخط الحقيقي لو لا القطريين يعني لو لا آل ثاني وخصوص حمد بن جاسم القذافي كان سيبقى إلى الحكم إلى الآن هي التي قطر بنظامها وبإمكانياتها وباستثماراتها لأنه تعلمون القطر من أغنى دول عالم يعني ما عندهم مشكلة أبدا يعني يصرفون مال بالهبل مثل ما يقولون عندهم غاز طبيعي أقوى مصدر للغاز الطبيعي وشعب قليل ومستوى الدخل للفرد أيضا جدا عالي فمنطلقين كانوا في العالم يعني فهم الذين دخلوا على الخط لو لا قناة الجزيرة مثلا كان ما صار ما يسمى الربيع العربي يعني هي هذه القناة التي مثل ما يقولون سوت من الحبة قبة يعني هو واحد راح وحرق نفسه اسمه البعزيزي في تونس وكبره وضخمه فصارت احتجاجات وشوي شوي نظام بن علي فقد السيطرة على تونس سقط نظام بن علي وهلهم جرى صار مسلسل يعني أو قطار هكذا يمشي أو يسموها أحجار الدومينو يعني حجر يضر حجر سقط هذا النظام سقط نظام مصر سقط نظام القذافي سقط نظام اليمن سقط صارت قلاقل فلولا دخول هؤلاء على الخط ما كان يصير هذا كله وفرة مالية نحتاج شيء الثاني الذي نحتاجه وفرة بشرية يعني شنو وفرة بشرية لا أعني فقط كوادر تعمل نعزم بالألوف بالألوف النظم أنفسنا ولو بشكل تطوعي وأي واحد من مكانه في العالم إن شاء الله ساكن باستراليا ساكن باليابان أي مكان يقدر يقوم بدور يتناسب مع موقعه ومكانه بس بالفعل يحمل هذا الهم يوميا يخص الساعتين ثلاثة من وقته فقط لهذا الجهد يصير بس الآن دقيا تفاصيل هذا بالضبط ما نقدر الآن نخذ به بكلام طويل نحن أساسا نطولنا عليكم لا أعني بالوفرة البشرية فقط الكوادر التي ينبغي أن تعمل لا أعني بها الوفرة البشرية التي يمكن اتخاذها أمام الإعلام العالمي أمام السياسة الدولية ورقة ضغط جماهيرية يعني ماذا يعني لازم نشوف هذا ما يملأ سواد العين لما نقول نحن نجي نريد نتفاوض مع الغربيين نتفاوض مع الحكومات الغربية مثلا نقول يابا نريد منكم أن ترفعوا اليد عن دعم آل سعود ترى مصلحتكم معانا أقوى راح تكون لو تفهمون طيب شلون نقول تفضلوا هذا ما لدينا من مال نحن نصرفه ونؤمن مصالحكم به عليكم السلام ورحمة الله آبار النفط التي عندنا في الخليج مثلا هذه تحت أرجل الشيعة اعطونا حق تقرير المصير نريد حق تقرير المصير من خلال الأمم المتحدة أنه يصير استفتاء عام في منطقة الخليج للشيعة أو أهل المنطقة الشرقية أنه هل يريدون البقاء تحت سلطة آل سعود أم يريدون دولة مستقلة يستقلون حالهم حال غيرهم مثل ما يريدون يسوون مثل ما سووا حق تقرير المصير واستفتاء في جنوب السودان وحصروا دولة مستقلة النصارى في جنوب السودان الشيعة خلي يصيرهم دولة مستقلة ليش لا؟ هذا يسمى حق تقرير المصير شيء ثابت في المواثيق الدولية في شرعة الأمم المتحدة طيب إحنا شلون نقدر نفاوض إذا ما يظهر أمام صناع القرار الغربيين أنه إحنا وراءنا أمة قد فوضتنا لهذا التفاوض لازم يكون هناك تفويض تفويض شعب عام لابد أن يحرز الغرب أنه هذه الجهة التي تتفاوض على هذا الأساس هي الجهة التي تحظى أو تتمتع بتأييد أكثرية هذه الأمة أكثرية هذا الشعب لابد هكذا يظهر حتى تستطيع أن تؤمن مصالحها في المستقبل حتى لما يقال لها أنه العقود النفطية اللي راح تكون معانا ترى راح تكون لكم بيها نسبة أكبر مثلا من نسبة آل سعود وإنتوا خلاص اتركوا بعد دولة أو مملكة الرجل المريض هذه اللي راح تنهار عاجلا أم آجلا فأمنوا مصلحتكم من الآن إلى مئة سنة لي قدام معانا إحنا إحنا القوة الجديدة الناهضة في المنطقة إحنا اللي بإمكاننا أن نحقق هذه المصالح المشتركة لازم يشوفون أنه بالفعل هناك جماهير مليونية كلها تقول نحن على هذا الموقف ونحن قد فوضنا هذه الجهة حين إذن يتعاملون معك لأنه يشوفون عندك هاتين الوفرتين عندك هذا الرصيد رصيد مالي ضخم ورصيد شعبي ضخم هنا يمكن ومثل ما قلنا مو بيوم وليلة هذا يصير هذا يحتاج طولة بال ونفس هذا الشغل لازم سنوات واحد يبني ويشتغل يمكن تلاقي بعدين خصوصا مع مجيء حكومات جديدة في الغرب لأنه الميزة في الغرب أنه كل حكومة تأتي ممكن التوجهات تتغير الآن توجهات أمريكا الآن مثل توجهاتها لما كانت زمن باراك أوباما 180 درجة تغيرت مو هالشكل انتخابات واللي تجيب الانتخابات هذا الشيء الزين أيضا في الغرب أنه إذا فرضنا هذه الحكومة اللي الآن في السلطة الحزب اللي الآن في السلطة ما تجاوب معنا ننتظر انتخابات الجاية ونشتغل مع المعارضة لحد ما ذول المعارضة يستلمون السلطة كل الدول الغربية فيها شنو؟ عادة النظام الحزبين هذا الحزب مرة يستلم السلطة مرة هذا الحزب يستلم السلطة بعض السياسيين الغربيين يمكن التأثير عليهم لأنه عندهم شيء من الخلفية التي أو المواقف المبدئية أو مثلا بعض التوجهات اللي ممكن تتناغم معانا وتتوافق معانا يعني مثلا الآن في في بريطانيا الآن كنا في الانتخابات الأخيرة اللي قبل أيام صارت كنا على وشك أن تتبدل الحكومة تروح رئاسة الوزراء تنتقل من رئيسة الوزراء الحالية اللي هي تريزا ماي تروح إلى من؟ إلى زعيم المعارضة زعيم حزب العمال اللي هو جيريمي كوربين زين؟ هذا جيريمي كوربين كان بالإمكان التأثير عليه لأنه أردي هو أساسا مصرح في فترة الانتخابات أنه أنا إذا وصلت إلى رئاسة الحكومة فسأعمل على قطع إمداد النظام السعودي بالسلاح وأوقف كل صفقات الأسلحة مع النظام السعودي هذا موقف حسن أو مو موقف حسن تقدر تتعامل وياه تقدر تبني عليه أنه ما دام عنده مثل هذا التوجه شخصية هو طبعا وللعلم شخصية يعني تعتبر يسارية بالنسبة للغرب يعني وطبق السياسية هم يكرهه لأنه عنده شوية شيء من المبدئية مواقف مبدئية قديم هو ناب برلمان قديم وكذا المهم فشوف إذن بالإمكان تنتظر تأتي أحزاب تأتي شخصيات سياسية تقدر أن تتأثر عليها وتكون متوافق معها في بعض التوجهات إخواني بصريح العبارة نقول بغير هذا السبيل لا يوجد خلاص بحسب واقعنا المعاصر نتكلم إحنا بحسب ظروفنا الظاهرية الواقعية وإلا كل شيء بيد الله تبارك وتعالى الخلاص الأعظم هو بيد مولانا صاحب الأمر عليه الصلاة والسلام وعن جل الله تعالى فرجه الشريف لكن إحنا إحنا شنو تكليفنا إحنا شنو لازم نسوي بغير تحقيق هاتين الوفرتين كما قلنا حققوا لنا الوفرة المالية وحققوا لنا الوفرة البشرية نوظفهما معا في تحقيق هذه الأهداف تتحقق عاجلا أم عاجلا أما هذا هو الطريق الصحيح كل طريق آخر ترى طريق فاشل من الآن دنقول مثل ما كنا نقول سابقا فوفروا على أنفسكم العناء لا تنزفوا المزيد من الدماء المواجهات الصدامات إذا ما تكن على أساس هذا التكافؤ ما بها فائدة ربما حتى هناك تحفظ شرعي عليها كم مرة نقول كم مرة نحكي ليش مدى يصير استيعاب القيادات التي قد فوضتموها وجعلتموها هي التي تنطق بإسمكم وهي التي تلعب بورقتكم هذه القيادات قادتكم إلى الدمار وإلى الفشل ما وصلت إلى شيء ليش؟ لأنه هذه الرؤية ما موجودة وهذا هو الحل الوحيد شئتم أم أبيتم خلاصكم في الشرق مفاتيحه في الغرب ما تردون ما رح يصير خلاص كلمة واضحة لا تسوون أي شيء بالشرق دون أن يكون التحرك والعمل والتخطيط من الغرب لازم تكون عندنا قيادة في الغرب هي التي تؤثر على مراك الصنع القرار حينئذ تتحركون في الشرق أما هكذا هذا إتلاف إتلاف للأنفس والأرواح بلا نتيجة بلا أثر كان لابد إخواني من أن يعني أتكلم بهذا لأنني مهموم بصراحة لما يحصل لما يحصل على إخواننا على أبنائنا نشوفهم هكذا يتساقطون أمام أعيننا وإحنا ما قدرين نسوي شيء ليش؟ لأنه لا يستمع لكلامنا هذا ولا ينفذ على أمر الواقع على أرض الواقع إن شاء الله نسأل الله تعالى أن يرتفع الوعي في هذه الأمة فتمضي معنا في هذا السبيل لعل وعسى إن شاء الله يقع أو يتحقق شيء من الفرج إن شاء الله أمام 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 أمام